موسيقى رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسي الارجنتين وجورجيا بالعيد الوطني لبلديهما رئيس الوزراء يتوجه الى دولة الامارات في زيارة رسمية بدعوة من نائب الرئيس الاماراتي الوكيل العامري يضع حجر اساس انجاء مدرسة العجان ويتفقد عددا من المشاريع في مدير يديسا من الاجاز الى التفاصيل اهلا بكم بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة الى فخامة الرئيس خافير ميلي رئيس جمهورية الارجنتين هنأوا فيها بمناصبة العيد الوطني لبلده الصديقة وعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وعضاء المجلس والحكومة خالص التهاني للرئيس خافير ميلي راجيا له وافر الصح والسعادة ولحكومة والشعب جمهورية الارجنتين التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء الى ذلك بعث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية تهنئة الى فخامة الرئيس سالومي زورة ابي شفيلي رئيسة جورجيا وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها الصديقة وعارب رئيس مجلس القيادة باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني للرئيس الجورجية راجيا له وافر الصح والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية جورجيا التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء استقبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي سفيرة المملكة المتحدة عبد الشريف وذلك لمناقشة العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين وكذلك المستجدات الوطنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الميليشيات الحوثية وتطرق لقاول التداعيات الكارثية المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والدعم البريطاني لقوات خفر السواحل اليمنية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريم المنظمة هذا واشاد فخامة الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والتعاهدات البريطانية اتجاه احتياجات الشعب اليمني خصوصا في مجالي الغداء والصحة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الموقتة عدم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما يودي للسيطرة على سعار الصرف وانعكاسات الخطيرة على معيشة المواطنين وحياتهم التفاصيل في التقرير الآتي نتابع استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة الموقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية حيث تداول المجلس عددا من المقترحات الواجب تنفيذها في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية لتخفيف المعاناة القائمة خاصة في الكهرباء وأسعار صرف العملة الوطنية وكلف لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة لتتولى تحويل المقترحات إلى نقاط إجرائية يتابع تنفيذها على المدى القصير وأحاط دولة رئيس الوزراء أعضاء المجلس بالجهود المنسقة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوقف التدهور الاقتصادي وضبط أسعار صرف العملة الوطنية واستقرار الخدمات خاصة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين موجها الوزراء بترشيد الإنفاق والتوظيف الأمثلي للمساعدات والمنح الخارجية كما وافق مجلس الوزراء على ما تضمنته مذكرة وزير المالية من تفاهمات مع صندوق النقد العربي بشأن استكمال مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لبلادنا خلال عامي 2024-2025 للميلاد مكلفا وزير المالية بإعداد مشروع قرار لإنشاء وحدة تنفيذية تعمل على متابعة تنفيذ أنشطة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي أيضا نقش مجلس الوزراء تقرير وزارة النفط والمعادن حول استعادة استئناف نشاط مصفات عدن بصفتها منطقة حرة مكلفا بهذا الخصوص لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن بمراجعة القرار والرفع به إلى المجلس وفي الشان الخارجي تطرق رئيس الوزراء إلى نتائج زياراته الرسمية إلى المملكة المتحدة ولقاءته بعدد من المسؤولين البريطانيين والمواقف المشتركة حول آليات مواجهة مخاطر التصعيد الحوثي المستمري في البحر الأحمر وباب المندم وانعكاساته على أمن المنطقة والعالم واستقرارهما وأشهد المجلس بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء وما أثمرت عنه من رفع كبير للدعم الإنساني المقدم لبلادنا وبنسبة 58% كما صدق مجلس الوزراء على انضمام اليمن إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغي لعام 2012 للميلاد كما رحب المجلس بقرار حكومة إستراليا الصديقة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية في إطار تنمي إدراك المجتمع الدولي لخطورة هذه الميليشيات على الأمن والسلم الدوليين مع استمرار هجماتها على السفن التجارية والملاحة الدولية أيضا رحب المجلس بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية والمتضمن الوقف الفوري للهجوم العسكري للكيان الإسرائيلي المحتل على مدينة رفع توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك في إطار الزيارة الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة موجهة له من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أهل مكتوم هذا ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس بحارثة ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان وضع وكيل محافظة حضر مطلشوني مديرية الوادي والصحراء عامري العامري حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة المرحوم عبد الرحمن عدنان العوجان بمديرية سهبي شرافي من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بدولة الكويت وأشهد الوكيل العامري بالمواقف الأخوية لدولة الكويت والتدخلات المستدامة في جميع المجالات معبرا عن اعتزاز السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفي السياق آخر طلع الوكيل العامري على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية بمديرية ساه متفقدا سير الأعمال الجارية بمدرسة الصيقة لتعليم الأساسي بالمديرية والأعمال الجارية في سفلتة طريق القراشم عدم ساه بطول سبعة وثلاثين كيلو مترا كما تفقد مستوى الإنجاز بمبنى محكمة ساه الابتدائية برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس عقد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة اجتماعا موسعا حضروا عدد كبير من أسر الشهداء والجرحى وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع أسر الشهداء والجرحى في العاصمة المؤقتة عدن التفاصيل في السياق التقرير الآتي نتابع عقد وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة اجتماعا موسعا حضره عدد كبير من أسر الشهداء والجرحى هنا في العاصمة المؤقتة عدن الهدف من الاجتماع كان في رفع المعاناة عن كاهل الأسر والتواصل معهم لإطلاعهم على آخر المستجدات طبعا كان هناك نقاش مستفيض وكانت هناك طرح العديد من الغضايا والهموم وتعبير عن معاناة أسر الشهداء والجرحى في هذه الظروف الصعبة وفي هذا الوضع الذي يعني يعاني من القلال المعيشة ومعنى عدم انتظام المرتبات الذي مخصص لهم وتم عرض لهم أيضا آخر المستجدات وآخر بما يخص من المتابعات لاستحقاقاتهم وليلهم حقوقهم بما فيها من الترقيات الملائمة لهم بحسب الترقيات من السلطة العليا وأيضا موضوع المخطط الأراضي الذي قد أنجزنا فيه أكثر من ثمانين في المئة حضور ممثل الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضل الثورة اليمنية وكذلك رئيس اللجنة العسكرية للترقيات في وزارة الدفاع بالإضافة للسعراض دقيق يوضح جميع التوجيهات التي تم الحصول عليها لصالح أسر الشهداء والجرحى والتي عرضت من خلال شاشة عرض كبيرة أعطى انطباعا لدى المشاركين عكس مدى الشفافية والوضوح في تحمل المسؤولية لدعم أسر الشهداء والجرحى ناقش جملة من القوايا مهمة جدا مع الوكيد وأهمها ترقيب الشهداء والجرحى وترقيات الشهداء والجرحى في المداية نشكر الأخ وزير الدفاع على تقاوبه معنا نحن قدمنا له خلاص ترقيات وبدأت يقاوبه معنا ووعدنا بالبلغاء على أسل التقي معه وإلى الآن اللغاء ما أحدد إلى الآن هذا المهمة أننا سلمنا له وثيقة الترقيات شخصيا بيده ووعدنا بذلك خلص اللقاء الذي تميز بعدة مداخلات من قبل المشاركين إلى الاتفاق حول أهمية استمرارية إنعقاد مثل هذه اللقاءات وبشكل دوري بالإضافة إلى مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء بسرعة التوجيه في صرف مرتبات الشهداء والجرحى بدون تأخير وبانتظام وفاء لتضحياتهم لتلفزيون حضر موت وضاحة شليلي عدن استقبل رئيس جامعة حضر موت الدكتور محمد سعيد خنبش المستشار الأولى بمؤسسة فرانكلين كوفي للتعليم في الشرق الأوسط المدربة البحرينية هدى الخواجة وخلال لقاة تطرق الدكتور خنبش إلى عدد من المناشط الأكاديمية والثقافية التي تنظمها الجامعة في كل عام والفعاليات المصاحبة للذكر الثلاثي لتأسيس جامعة حضر موت إضافة إلى أسبوع خدمة المجتمع الأول بالجامعة مبديا استعداد الجامعة لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة هذا واستعرضت هدى الخواجة من جانبها عمل مؤسسة فرانكلين كوفي في الوطن العربي والعالم وما تقدمه من برامج ترفع من قدرات الأشخاص ومهاراتهم الحياتية والقيادية مشيرة إلى أن الجامعات والمؤسسات التعليمية هي التي تبني المجتمع رغم التحديات الجغرافية والصعوبات الميدانية تواصل قوات خفر السواحي العمليات النوعية في حماية القطاع الشرقي للمحافظة من عمليات التهريب والصيد الجائر للكائنات البحرية النادرة مرسلنا رائد خالد كان في تغطية جهود القوات لتأمين محمية شرمة وعدلنا التقرير الآتي نتابع رغم وعورة الطريق واصلنا المسير نحو مدينة الديس الشرقية لتوثيق جهود عسكرية نوعية تمثلت في تأمين محمية شرمة طبيعية من بطش طيجار الممنوعات ومن العبث والاصطياد الجائر لكائناتها البحرية النادرة تبتعد محمية شرمة عن العاصمة المكلة نحو 130 كم وتمتلك مساحات ساحلية تقدر ب30 ألف هكتار تعد رمالها محطة لتعشيش السلاح في البحرية المهددة بالانقراض فتحت ما اعلنها محمية طبيعية في العام 2001 لكن هذه الكثبان تخفي جانبا مظلما إذ تستغل عصابات التهريب هدوءها كنقطة استراتيجية لعبور الممنوعات بعد تحرير ساحل حضر موت أحكمت قوات خفر السواحل سيطرتها على المحمية ونشطت دورياتها لمكافحة عملياتهم عند دخول العباري والقلبات القادمة من السومال والمياه الإقليمية وسقطرة يتم تفتيشها تفتيش دقيق عبر البواب البحرية وعبر الانزال في التفتيش بحري في مكاتبها من البحري تحرير ساحل المكلة ودخول قوات خفر السواحل إلى هذا الموقع بالذات تم القضاء على عمليات التهريب بشكل تام موقع شرمة هو موقع يكون خصب للتهريب بكونه جغرافيا يعني يشبه الميناء تهريب الممنوعات لا يعد الخطر الوحيد للنطاق الجغرافي لشرمة فالصيد الجائر لسلاح في المحمية بلغ 167 حالة ضبط في أقل من شهرين مما ينذر بكارثة انقراضها نعاني بشكل يومي شبه يومي في موسم التزاوج أو الموسم التي تخرج السلحة فالة تضع بيضها نعاني من هذه العملية في ملاحقة الدباحين كما يسمون أنفسهم أو نسميهم وتكمن الصعوبة في ملاحقتهم أن المنطقة وعرة طرائق صيد الأسماك غير القانونية أيضا تلقي بتأثيرتها السلبية على الثروة السمكية بالمنطقة فالإجراءات العقابية تنفذ بحزم على المخالفين لأنه من ضمن الممنوعات من ضمن لايحة تنظيم الصيد التقليدي التي أصدرتها المحافظة في عام 2017 سلطة المحلية ونحن نقوم بالتعاون مع هيئة المصايد السمكية في هذا الجانب في حيث نقوم بضبطهم وتحويلهم إلى الهيئة التي هي تقوم باتخاذ إجراءات المناسبة في حقهم رغم الجهود التي تبذلها قوات خفر السواحل بالقطاع الشرقي في تأمين محمية شرم الطبيعية يبقى أملهم معقودا في إسناد المجتمع المحلي لجهود حماية الثروات الوطنية فالتعاون والوعي المجتمعي هو الركيزة الأساسية لاستدامة المحافظة على هذه الكنوز الطبيعية للأجيال القادمة رائد خالد لتلفزيون حضر موت المكلة تشهد مدن ساحل حضر موت جوال صحوة ورياح معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة حار رتب نهارا إلى دافئة رتب ليلا وفي رياف ساحل حضر موت والهضب الجنوبية جوال صحوة مقبرة نسبيا ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة حار نهارا إلى معتدلة ليلة وأما في وادي وصحراء حضرموت والهضب الشمالي أجواء صحوى مغبرة نسبية ورياح معتدلة السرع ودرجات الحرارة وشديدة الحرارة نهارا إلى دافئة ليلة والآن مشاهدين إلى حالة التقص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيس مجلس القيادة يهنئ رئيسي الأرجنتين وجورجيا بالعيد الوطني لبلديهما رئيس الوزراء يتوجه إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية بدعوة من نائب الرئيس الإماراتي الوكيل العامري يضع حجر أساس إنشاء مدرسة العوجان ويتفقد عددا من المشاريع في مديرية ساة ولمتابعة المزيد من نشرتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حطر موت شكرا لكم ودمتم في أمان الله